موسيقى 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 أترون لهذا البحر ما أوسعه وهذه السماء التي فوقه أوسع منه والكون الذي فوقها أوسع وأوسع وما زال يتوسع باستمرار حتى أننا لو حاولنا أن نصل إلى أطراف مجموعتنا الشمسية فقط سنحتاج إلى كل أعمارنا وأعمار أحفادنا وهذا البحر مليء بالكائنات ومليء بالكائنات التي هي أدق منها وكل ما هو واسع فهناك ما هو أوسع منه وكل ما هو دقيق فهناك ما هو أدق منه فسبحان الله الواسع اللطيف الظاهر الباطن المحيط بما في السماوات والأرض سبحانه موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مع نورك فينا ولازمنا نتأمل في أسماء الله الحسنى لعلها تقودنا لخارط الطريق نعيد بها تقويم حياتنا نعيد بها تقويم سلوكياتنا في ضوء هذه المعاني الجميلة الجليلة نتناول اليوم الصفات التي تدل على معاني الحضور على معاني الإحاطة على معاني المعية والتي تعبر عنها أسماء الله الحسنى الواسع الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطن الباقي والوارث تناولنا في حلقات سابقة أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على صفات السلطان التي ألهمتنا الخضوع لمالك هذا الكون سبحانه والمهيم عليه و نظره واحده نظره واحده على سلاطين الدنيا الذين بيدهم الحل و العقد و الذي منهم من قال أنا ربكم الأعلى و منهم من قال أنا أحي وأميت رغم ذلك هؤلاء والطواغيت من أمثالهم لا يلمون بكل ما يجري في سلطانهم كم رأينا من طغات و فراعنا حاكموا ممالكهم بجيوش من الأجهزة الأمنية و المخابراتية تحصل أنفاس على الناس و رغم ذلك فشلوا في معرفة ما دبر لهم بليل او بنهار فوجدوا أنفسهم على أعواد المشانق او في السجون او في المنفى هؤلاء السلاطين اذا لهم سلطة محدودة في الزمان و المكان فلا هم يحكمون كل العالم ولا هم مخلدون لكن الله سبحانه و تعالى عز وجل وعلا الله الذي له المثل الأعلى خارج حدود الزمان و المكان محيط بما يجري ظاهرا و باطنا وسع الواسع كل شيء و لم يتجاوز حدود المكان فقط بل تجاوز حدود الزمان فهو الأول و هو الذي ليس قبله شيء و هو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه و هو الحي الذي يقوم على العناية بهذا الكون في كل لحظة و لا يحتاج الى وزراء و لا أعوان و لا أجهزة ساندة و هو الوارث لكل شيء و هو الباقي بعد فناء كل شيء هذه الأسماء الحسنة الجميلة ماذا نتعلم منها أولا نستشعر اليقين و الإطمئنان بوجود الله عز وجل سبحانه معنا في كل وقت و في كل موقف عادة إذا الإنسان عرف أن هناك حارس يقف أمام باب منزله يطمئن فما بالك برب الكون قائم على شؤونك و شؤونك دوما و في كل وقت كان من دعاء جعفر الصادق رحمه الله تعالى اللهم اللهم حرسني بعينك التي لا تنام و كنفني بركنك الذي لا يراه تخيلوا تخيل أنك ترفع قضية مثلا لاسترداد حق من حقوقك ترفعها للمحكمة و يتابعها قاضي و انت مع هذا القاضي تزود بالأدلة و هذا القاضي بعينه يدرس الأدلة و يستمع للشهود و يستمع لشكواك و يحيط بكل تفاصيل القضية ثم قبل الحكم يستقيل هذا القاضي قبل البد في القضية و يحيلها لقاضي آخر كيف سيكون شعورك كيف سيكون خيبة أملك الله سبحانه و تعالى يشهد كل ما يحدث لك و يعرف الظاهر و الباطن بدون ما تقدم الأدلة و هو سبحانه يبقى و يرث الأرض و يحكم بيننا بعد ذلك في كل ما جرى و هو سبحانه لديه القصة الكاملة ليس فقط الظاهرة و انما ايضا الباطنة طمئن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طمئن و يطمئن الناس بهذه المعيه و علمنا هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صوت سلاح فقال من هذا فكان اثنين من الصحابه سعد و حذيفة فقال جئنا نحروسك يا رسول الله فوقف عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم و ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينام تطوع للحراسة جزاهم الله خيرا فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والله يعصمك من الناس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال انصرفوا يا ايها الناس قد عصمني الله انت تطمئنين بان الله سبحانه و تعالى يحيط بكل ما تحبي استودع الله احبتك كل ما تحبين استودعيه عند السفر اليس كذلك عندها عندما نعرف ان الذي ندعوه سبحانه قائم على حفظ احبتنا مهما سافرنا مهما ذهبنا كان نبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء يعلمنا هذه المعيه فيقول الله لما نسافر ايش نقول هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل يعني انت معي و انا مسافر و اهلي الذين احبهم استخلفتك عليهم انت تتولى امرهم الله الله شعور بالمعيه انت تطمئن وتسلم نفسك لله قبل نومك فتقول اللهم اني وجهت وجهي اليك وارجأت ظهري اليك واسلمت نفسي اليك رأيت المعنى لانه سبحانه حي قيوم حاضر لا يغفل عنك ولا ينام كما يطمئن الانسان عند موته عندما يعرف انه ترك من يحب في كنف الله تعالى في رعاية الله فندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لنا ذريتنا من بعدنا لانه سبحانه باقي عندما نزول نحن الله سبحانه وتعالى حاضر معنا لديه قصتنا كاملة قبل ان نعقل وبعد ان نموت وبعد الفناء وعند البعث يعرف الظاهر والباطن سبحانه فلنطمئن الحقيقة انه الانسان اذا تعرف الى الله من خلال اياته الكونية وآياته التكوينية وآياته القرآنية هذه المعرفة انعكست عليه اتصالا به وتخلقا باخلاقه وان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة قال احصاها الاحصاء شيء والعد شيء قال تعالى لقد احصاهم وعدهم عدة الاحصاء في تفاصيل في مقدمات في نتائج في تفريعات فمن احصاها دخل الجنة كنا قد طرحنا سابقا كيف يمكن ان تساعدنا الاسماء الحسنى على النجاح في حياتنا العملية في العمل في العلاقات في جميع ادوار حياتنا وكيف تساعدنا للوصول للسلام النفسي ولذلك طرحنا مشروع سلام لاجل ان يشترك فيه الجميع لنوصل هذا السلام النفسي لكل البشرية وليس للمسلمين فقط ويتحول الى مناهج تعليم في المدارس ويتحول الى دورات تدريبية وكتب ولذلك طرحنا مجموعة من الكتب تشرح هذا البرنامج بكاملة ونتمنى ان تذهبوا للموقع وتشتروا هذه لان كل ارباحة ستعود على المشروع فهو مشروع لله وعن الله عز وجل في لحظات الهجرة الشريفة في اللحظات الحرج الفاصلة في التاريخ يؤكد الله تعالى معيته ونصره لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تنصروه إذا انتم لم تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها عندما حزن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه و أظهر أسفة على حال الرسول صلى الله عليه وسلم المطارد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا هل المعيّة هذا الحضور لو تأمّن في قوله تعالى اذهب أنت و أخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى في أعلم الفرعون إنه طغى فقول له قولا لينة لعله يتذكر أو يخشى قال سيدنا موسى وسيدنا هارون ربنا هذا فرعاون هذا فرعاون ما في طاغي أكثر من فرعاون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال سبحانه لا تخاف ليش إنني معكما أسمع و أرى الله الله لو تأمّن في هذا لو وجدناها تتعامل بشكل مباشر مع شعور الحزن مع شعور الخوف الخوف والحزن هذه من مشاعر سلبية إذا سيطرت علينا تدمر سلامنا النفسي طبعا من الطبيعي إن إنسان يحزن من الطبيعي إن إنسان يخاف لكن إذا سيطرت هنا تأتي المشكلة تخيّلوا مدى خوف سيدنا موسى عليه السلام و أخيه هارون عليه السلام من مواجهة فرعاون فإذا بالله تعالى يطمئنهما بأنه معهما يسمع و يرى و يقول لهما في النتيجة لا تخاف خلاص مدام المعيّة موجودة معام مدام هذه الصفات الحضور قد يعني تشربناها لا تخاف هذا سيدنا موسى عليه السلام لما تعلم هذا الدرس تعلمه عدة مرات على فكرة في القرآن الكريم لما ترجعوا تشوفوا كم مرة خاف موسى عليه السلام تعلم الدرس فلما بعد ما تعلم عدة مرات تعلم عنده شجرة و تعلم لما التقى بفرعاون و خاف لما السحر رمو تعلمه عدة مرات الآن لما تعلم الدرس ماذا يقول بلهجة المؤمن المطمئن بمعيّة ربه أصحاب خايفين حوصروا بالحسابات المادية جاء الفرعون و بدأ يتبعهم وصلوا إلى البحر الآن ما فيه البحر أمامهم و فرعون خلفهم والخوف سيطر عليهم إلا موسى عليه السلام فعاد لهم موسى تصحيح الموازين فلما تراء الجمعان قوم موسى شافوا جيش فرعون قادم جيش كامل قادم و هم حزل ليس معهم سلاح خلاص راح يقتلهم فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص راح يلحقون فماذا قال بعد ما تعلم الدرس قال كلا إن معي ربي سيهدين اطمئنان عباد الله هي هو نتيجة مباشرة بالاستشعار لمعيّة الله لما نكون في أحلك المواقف تذكّروا أرض البحر و جبلين من الماء بحر متلاطم لكن واقف في هذا هو ما زال هائج لكنه واقف ما يتعدّى حدوده وهم يسيرون في شدّة الخوف بين هذين البحرين المتلاطمين ظروف قاسية لكن لما علّمهم استحضار معيّة الله ولما هو استشربها استطاع أن يقودهم بكل صبر وكل صمود هذه مع مهارات نتعلمها من المعيّة وهناك مهارات أخرى نتعلمها من صفات الحضور والمعيّة لله عز وجل أحدّثكم بها بعد الفاصل بإذن الله أهلا بكم ومرحبا مع نورك فينا ونحن مع صفات الحضور صفات المعيّة معيّة الله للمؤمنين من المهارات الأخرى التي نتعلمها من صفات الحضور لله عز وجل مهارة التفاؤل تفاؤل التي ينبني عليها الإصرار على تحقيق الهدف رغم العقبات رغم المآسي رغم كل ما يقول لنا لا مع ذلك نتصرف بروح الأمل راقبوا كيف انزعج قوم سيدنا موسى عليه السلام وقرروا ما هو واقع أمامهم وهو أن العدو سيدركهم المعادلة البشرية تقول ما في مفر ماذا كان رد سيدنا موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين إذن هنا من المعيّة جاء الأمل يا له من تفاؤل في أحلك المواقف وأشهدها قسوة علينا أن نتذكّر أن الأنبياء عليه السلام آمنوا و أدّوا حق الله عز و جل أمرين آمنوا و أدّوا حق الله عندها استحقوا المعيّة لكن لا يعقل أن الإنسان يعصي الله عز و جل و نترك طاعة الله عز و جل ثم نتوقع أن يحيطنا بعنايته و معيّته في المواقف الصعبة هي مشترطة بالإيمان و الطاعة لاحظوا أيضاً عندما تمر الأمة بأزمات بحروب و يتكالب عليها الأعداء في الداخل و الخارج نسمع في بعض الأحيان نسمع خطابات هزامية حتى أحياناً بعض العلماء و المشايخ نجد جلد للذات أكثر من لازم لوم و عتاب لماذا فأنتوا لسبب المشكلة أنتوا اللي ورّدتونا و يبدو تشكيك بالذات و بالمنهج و لو سألوا أنفسهم فما ظنكم بربكم سبحانه لعادت لهم نغمة التفاؤل نغمة الأمل لفهموا أن التدافع بين الأمم هو من السنن الربانية و الأخطاء من السنن البشرية عندما سأل هرقل أبا سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم و هو بعد بدر و أحد و الحرب شغال بينهم قال ما حالكم معه قال الحرب سجال حرب سجال هذا لم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليأس مره ينتصر و أخرى لا ينتصر فلم يدفعه لليأس بل نراه صلى الله عليه وسلم في قمة جراحه و قمة دمائه النازفة الشد ما نزف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد و تعرفون الأذى الذي أصاب المسلمين في اليوم الثاني بعد المعركة بيوم واحد يأمر بالهجوم على قريش كثير من الناس ما يعرف هذا أن معركة أو سرية غزوة حمراء الأسد بتتبع جيش قريش الذي فر كانت بعد أحد بيوم واحد إذن صفات الحضور والمعية تعلمنا الإطمئنان و اليقين بوجود الله معنا و بذلك تعلمنا التفاؤل لكنها تعلمنا أيضا معنا آخر و هو اتساق أو التناسق بين الظاهر و الباطن عندما نفعل اسم الله الظاهر و اسم الله الباطن في حياتنا نتعلم هذا التناسق يقول الله تعالى في سورة البقرة أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ هذين الإسمين الظاهر و الباطن يحثان الإنسان المؤمن على أن ينظر إلى أبعاد أي موقف بكاملها بكاملها ليس فقط الظاهر يأخذ كل الموقف بالاعتبار وعدم الاكتفاء بالظاهر فقط تحثنا على التحليل على التأمل على الاستشفاف ماذا في الباطن ما وراء هذه المسألة نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحلل المعلومة التي تقع بين يديه فيصل من خلالها إلى استنتاج يعني مثلا من البسيطة الظاهرة في هذا لما كان جاءت قريش في يوم بدر ما كان المسلمين يعرفون كم الجيش فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل غلامي سأل الغلامين اللي من قريش تم أسرهم عن عدد جيش المشركين قالوا ما نعرف لم يستطيع تحديد ذلك فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الإبل أو النوق التي يتم ذبحة كل يوم تنحر كل يوم فقالوا بين تسعة وعشرة فاستنتج النبي صلى الله عليه وسلم قال القوم بين التسعمائة والألف لحظوا هو سؤال عن عدد الإبل التي ذبحت استنتج من هذا ما نكتفي بالظاهر هذا مثال بسيط جدا الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نترك ظاهر الإثم وباطن أيضا ليس فقط الظاهر في الآية الكريمة يعلمنا هذه المسألة يعلمنا المراقبة اسم الله الظاهر والباطن يعلمنا أن نراقب الله تعالى نفعل الضمير نتصرف انسجان في حياتنا العامة وحياتنا الخاصة لا تظهر للناس صورة مثالية جميلة بينما نحن نفعل خلف الأبواب ولا معاهلنا أشياء أخرى تناقض تلك الصورة على فكرة هناك من يجاهر بالمعاصي ويفتخر يقول أنا أفضل من المنافقين الذين يعصون الله في السر بينما يظهرون الصلاح في العلن هذا كلام لا يستقيم لما يتسق ظاهر المرء مع باطنه و كلاهما خبيف هذا لا يجعل الشخص أمينا لا يجعله شجاعا بل يجعله جريئا على معاصي الله و يحب أن تشيع الفاحشة بين الناس هذا يستحق عقاب الله أكثر من الذي يستتر اتساق الظاهر مع الباطن دعوة للصلاح أن يكون الظاهر صالح والباطن صالح والاستتار أفضل من الدعوة للمجاهرة بين الناس في الظاهر والباطن بسفاهة التصرف وسفاهة السلوك الوعي بالذات الوعي العاطفي هو إدراك الفرد لمشاعره وعواطفه وتأثيرهما من يتميز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية يعرف أي عاطفة يشعر بها ولماذا يدرك العلاقة بين ما يشعر به من عواطف وبين ما يفكر به ويفعله ويقوله يدرك كيف تؤثر عواطفه على أدائه يهتدي بوعيه بمبادئه وأهدافه قبل التصرف إدارة الذات الأحقية بالثقة وهي المحافظة على معايير الأمانة والنزاهة من يتميز بتلك المهارة يقوم بالسلوكيات التالية يتصرف طبقا للأخلاق وبما لا يستدعي اللوم أو العتاب يبني الثقة لكونه يعتمد عليه ولصدقه وتلقائيته يعترف بأخطائه ويواجه السلوكيات اللا أخلاقية من الآخرين يتبنى مواقف أخلاقية صعبة حتى وإن كانت غير مألوفة إذن كما رأينا تلهمنا أسماء الله الحسن المتضمنة في مجموعة المعيّة الحضور الإحاطة تلهمنا العديد من المهارات الحياتية الضرورية لنجاحنا في كل أمورنا وكل أدوارنا لكن ما هي بعض الطرق التي نستطيع بها تفعيل تلك المهارات تفعيل ما يتعلق باليقين ما يتعلق بالاتساق أولا لو فعنا التوكل على الله عز وجل لن طلقنا لتحقيق الأهداف دون خوف لا نخاف من ذي بطش ولا نخاف من عقبات الطريق أسوة بالأنبياء الكرام عليه الصلاة والسلام الذين استأنسوا بوجود الله سبحانه وتعالى معهم فعندها وقفوا في وجه الطغاة وعبروا عن المعاني الإيمانية بكل جرأة وعبروا بأهلهم إلى بر النجاح وحققوا المستحيل وحققوا بالتوكل الحقيقي الذي أصله بالقلب لا بالجوارح حققوا ما يريدون دون خوف وثانيا كل منا يعرف تماما ما الذي ينبغي عليه تغييره ليتناسق الباطن مع الظاهر نحن ما نعرف باطن الناس ولا نعرف حياتهم الخاصة لكن كل واحد فينا يعرف كيف يتناسق حياة العامة مع حياة الخاصة من خلال اسم الله الظاهر والباطن والله حاضر ويعلم السر ويعلم العلان وعلينا ألا نجعل الله سبحانه وتعالى أهوى الناظرين إلينا حاشا سبحانه فكروا دوما بدوافعكم الداخلية حاولوا فهم مشاعركم حاولوا أن تدركوا دوافعكم ما هي نيتكم واجهوا أنفسكم اسألوها اسأل نفسك اسأل لي نفسك عما إذا كانت دوافعك نيتك تتناسق مع السلوك القويم أم لا وبعدها غيروا أنفسكم وعدلوا سلوككم ليكون الظاهر متناسق مع الباطن المزيد من أسماء الله الحسنى والمزيد من هذه المعاني في صفات الحضور نتعلمه في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين تسلم عينيك للنوم يغيب عنك كل سلطانك وتذهب عنك كل قوتك تغيب أنت بكليتك عن الحياة لكن الله الحي القيوم الذي لا تأخذه السنة ولا نوم يحفظك يمر الليل يسفر النهار والله الظاهر فوق كل شيء ينشر لك الخير فيا ظاهر يا باطن يا باقي يا وارث نور نفوسنا بنور أسمائك وطيب جوارحنا بطيب صفاتك واجعلنا ممن ذاقوا لذة معرفتك فلم يفارقوها واطمأنوا إلى جنابك فلم يغادروا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر